السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير معكم زميلكم عادل سليمان من لدار العام لكافحة عدو المنشآت الصحية اليوم بإذن الله راح نتكلم عن راح ناخذ نظرة سريعة عن اللي هو تنظيف وتطهير البيئة في عيادات الأسنان المحتل اللي راح نتكلم عنه بإذن الله اليوم راح نتكلم عن في البداية ناخذ مقدمة سريعة اخيائ القليمارات chain and for also the visitor and ah the environmental cleaning it is important part for the breaking the chain of the infection and preventing the cross contamination. لابد ان احنا نعلم في البداية انه البيئة العامة لابد انها تكون نظيفة ولاابد انها تكون امنة لكل من يدخل المنشأة ولكل من يدخل العيادة الاسنان سواء كانت المرضى او ايضا للعاملين او المنفسين الصحيين داخل الايادة ايضا الفيزيتور او الزوار لنفس الايادة ايضا لابد ان نعرف ان environmental cleaning هو يعتبر جزء لا يتجزأ من السلسل الانتقال اللي هو العدل فلابد انه المحافظة على environmental cleaning ولكن المملنثي يفتح ان المنشأة med uso من الخ primeira الإلي و neuronsيبọt انه المنشأة من correspondingي هو الامرBear 제 дети و كنت ستقدم الانتقال والتلوث الاغذر الله ولكنه ي겠متها فيها عندها فما تتحدث ان التلوث الابد اني بعض الايادة ايضا los ب 2018 الايضا يفتح عن انه الحقول والموضوع للعادها nationsي يؤهم الواقزة على التلوث من انه عند نطل واضح الى ا pedร الظوار لنا والث وي سنجعل للم حال الله براكم الى القلقبة layers they should be applied in the dental clinic. لابد انه كل مركز او عيادة اسنان يوجد لديه سياسة وعدلة خاصة في اللي هي عملية التنظيف وتطهير البيئة للعيادة من اجل انه يتم تطبيقها بشكل صحيح ونحافظ مثل ما ذكرنا سابقاً على الانبايرومنتل انها تصير clean and safe for the patient and the healthcare worker and also for the visitors. now we should be talking about the type of the environmental services we have it in the dental clinic we have two type of the clinical or sorry for the environmental services and نوعين من انواع اللي هو البيئة الموجودة داخلة هي ذات الاسنان the first type of this environmental services we call it the clinical contact services هي الاسطح اللي هي نعتبرها هي الاسطح الطبي ورح ناخذ التعريف اللي هي الخاصة في ما يخص clinical contact services and also we have another type of the environmental services we call it the housekeeping services and inshallah we will have the definition and uh uh exams for both of the clinical and housekeeping services we will start first with the uh clinical contact services each year's clinical contact services the clinical contact services can be directly contaminated from the patient materials by the direct spray or by spreader generated during the dental procedure by the contact with the contact with the glove hand of the dental healthcare personnel uh the clinical contact services هي الاسطح اللي من الممكن انها تتعرض بشكل مباشر وتتلوث اما من عن المريض او من السوائل او الباتيريالس اللي خارجتنا الالي هو البروسيجر وايضا من ممكن انها تتلوث by the uh glove hand of the dental healthcare personnel ممكن نها تتلوث عن طريق مقفزات اللي هو لبسها سواء كان الطبيب المعالج أو الاسسينت تبعه أثناء البروستيدر أيضاً يجب أن نعلم أن هذه المشكلة تتلوث المعدات الأخرى أو الجهزة الأخرى وليه مثلا غير مستخدم اتكلم عن ممكن نكتب الاجهزة ممكن نهات سلت اتزوي في الاد أو ايضا القفزات فهذا كانت مضوعة في جانب اللي هو الكنينيكال uh contact services. uh... now we will talk about what is the housekeeping services. we should we know that this is housekeeping services like example the walls or the floor الاسطح هي غالبا يكون اللي هو غير مباشر اللي هو تلوثها على الطريق اللي هو البروسيجر او انه يصير فيها ملامسة مباشرة اثناء اجراء وهي تعتبر تعتبر اقل خطورة في نقل الامراض مثل ما ذكرنا مثل اللي هو الارضيات المغاس الموجودة في نفس الكلينيك وايضا اللي هو الحوائط او الجدران داخل الكلينيك والثاني�� familiarity الان يScott بكتابة نحن نحن نقل قهن التOHي سيصير إїه اپداء محجوم من دكولاتال صرفكي أور الأخرى الانتخلم داخل المزيد ال Начدش نحن نحن، علي الناقطاتات او الانتخل الخkick لما تحضير ابروビا كنا نحن نطيق سايد كمبيوتر that the doctor or the assistant they will be use it and also the reusable container and the drawer handle. كل هذه تعتبر هي ال clinical services اللي احنا راح تتكلم عنها وهي اللي ذكرنا سابقا انه من الممكن او هي هيصير فيها ترامس مباشر او انتقال التلوث رقد الله بشكل مباشر اثناء اليوم البروزيجر او من سواء خارجة من مريض اثناء البروزيجر. احنا من اجل انه تو we can minimize the spread or the cross contamination or the transmission of the microorganism inside the to the clinical services. we have two type or two method we can use it. the first one we can use the barriers and the second we can do the cleaning and the disinfection. لا بد نناعرف انه عندنا الطريقتين اللي معنى اللي هو الانتقال او التلوث داخل الاسطح الكلينيقال مثل ما ذكرنا اما باستخدام شيء يسمى اللي هو البروزيجر. ايضا استخدام الطريقة الثانية على وهي الكلينيقال and disinfection. before we need to know what is the barrier we should be mentioned the definition of this barrier. the barrier it is the method to prevent the cross contamination. this is a material it will be including the clear plastic warp and also bag and the sheet. هذه هي المواد او الحواجز البلاستيكية اللي احنا نستخدمها في ما اللي هو اسم اللي هو البروزيجر. هي عبارة عن طرق مفضلة من الممكن احنا نستخدمها وهي تمنع انتقال اة التلوث مثل ما ذكرنا. هي تعتبر عن اما هج اغرفة او هجياس او اوراق بلاستيكية طبعا لا بدون ان تكون هذه مانعة فهذا أو مانعة لأنه هو فالماتيريال هذي مثل ما ذكرنا إنها including اللي هو بلاستيك واربس والباق والشيد أيضاً we should be known that the cleaning and the disinfection it should be performing at the beginning and the end of the shift even if we are using the barrier استخدام البارير اللي على ما بيكفي لابد من إنه إحنا نعمل في بداية الشفت وأيضاً في نهاية الشفت هذا فيما يخص لهو البارير طريقة الاستخدام ونشرح أكثر في السليدات القادمة for the cleaning and the disinfection it is achieved or it is the using of the detergent or surface agent to remove the organic matters salt and soil and cleaning and disinfection هو يعرف بلاستخدام البارير لأنه هو استخدام مواد مطاهرة هذه المواد المطاهرة اه احنا نستخدمها to remove the organic matters والسولت والسولتيرمي اللي هو أو هي تتخلص من ال organic matters الأشياء العضوية الموجودة أيضاً إذا كان فيه أية أملاحة أو أية أتربة وهو باط لابد من أنه يعرف أنه the physical action of rubbing اللي هو الاستخدام ال rubbing أو الفرق بشكل فزيكي وصحيح it will be helped to kill the microorganisms وفيقد بإذن الله على اللي هو ال microorganisms الآن سوف نتحدث عن the use of the barrier how we will reuse these barriers we should be known that the covering surfaces with the previous barrier is the preferred method to prevent the gross contamination for the clinical contact surfaces احنا ذكرنا سابقاً أنه يوجد للطريقتين اللي هي في البداية استخدام ال barrier والطريقة الثانية على وهي cleaning and disinfection ولكن لابد من أنه نعرف انه استخدام ال barrier هو مفضل الاستخدام اللي هو cleaning and disinfection وفي نفس الوقت لابد من أنه نذكر انه استخدام ال barrier لا يعفينا من عملية التنظيف والتطهير مثل ما ذكرنا سابقاً في بداية ونهاية shift أيضاً لابد أنه نعرف انه ما ذكرنا سابقاً أنه general cleaning and disinfection cleaning contact surfaces is required هو شيء مطلوب متى أو when we will be using these barriers how we are using these barriers the barriers it should be used to prevent the gross contamination as we mentioned before and they must be removed between the patient لا بد من أنه نستخدمها بين كل مريض لا بد من أنه نستخدمها عند المريض الأول بعد ما يطلع المريض الأول لا بد من أنه نغير ال barrier هذه لذلك نستخدمها between the patient أيضاً لا بد من أن لا بد من أنه نستخدم نستخدم نفس ال barrier لأكثر من مريض لا بد من أنه نستخدم أيضاً نحن نستخدم ال barrier سابقاً وأننا استخدمناها سابقاً على ميد آخر ربط من أنه نستخدم new barriers for each patient and also never be used for than one patient as we mentioned before also we should be known that after the removal of this barrier we should be examined this surfaces if it is already have any soiled or it's not clean or there is any saliva or blood we should be cleaned لابد من أنه نستخدم وإنه نستخدم وإنه نشيل ال barrier بعد كل مريض لابد من أنه نتفحص clinical surface اللي كان نغطيها ال barrier it should be clean and if there is any soiled or it is there is any fluid or any blood we should be cleaned and disinfected before we will be placed another barrier لابد من أنه يتم تنظيف والتطهير قبل ما نضع مرة أخرى barrier الجديد للمريض الآخر أيضا لابد أنه نعرف انه barriers هذه مثل ما ذكرنا سابقا اللي هو مثل ما انتم شايفين في الصور هذه بعض الأمثلة المستخدمة داخل اللي هو clinic أو صحيحة أن نظيف صحية سابقة عن طريقة عن طريقة وحيث عن طريقة نحنًا عن طريقة أنا هناك غير المواببيند من الزيجات يزعل المواببين ي يفخص الح bus كيفية هذا好的 حيث unjustك يقول هذا أن أو أفتها يغير على الحكم isolated فأ задائه شكرا و 104 هي أن نس seidفخصة وأفضل ن LTξ و 12 مستدعية ولكن bir الإنتدار gives التفاصيل من الزيجات حيث ste meta gan التنظيف التنظيف يعرف هو انو احنا بنستخدم مواد طبعا هاد المواد نستخدمها على اسطح لازالة المواد اللي هي العضوية مثل ما ذكرنا زي اللي هو اللعاب او الدم ايضا هو من الازالة اللي هي لو في اي تملاح مترسبة او ايضا اذا فيه يوجد اي اتربة احنا بنعرف انو الاستخدام الفيزيكالي اكشن او اللي هو اي اتربة الفرق باستخدام المنظفات او ايضا الشاطف عن طريق الماء هو حيزيل عدد كبير من اللي هو المايكروب الوجانزم ايضاśl او ايضا hatred is not cleaned first the disinfection process may be ineffective المترجم للقناة في عملية اللي هو التنظيف في البداية ومهم جدا مثل الفعالية اللي هو المحالية لابد انه نعرف الموادر العضوية اذا احنا ما عملنا او ما صار في اي قبل ممكن هذه الموادر العضوية اللي اتكلمنا عنها انها تأثر على اللي هو او اللي هو على جودة او عمل اللي هو المطهرة فبذلك لابد من نعرف ان لابد من نحن نحنetas فر سبحانت جدا هناك może مطهرة جندي وذا، فر المزيد باشنة تعمل لأيام البعض سأحدث عن تحديث المسخصة هذه تحديث المسخصة على إستخدام التحديث على أي مستخدمات تحديثة على طريق قادم من الممكن استخدام سبري ويب سبري على الالكترونيك سويتش اللي هي الاجهزة والمفاتيح الخاصة بالجهاز الاكستريم الممكن انه هذا يسبب لنا عطل في نفس الجهاز الان راح نتكلم عن التكنيكة وطريقة اللي هو استخدام سبري وايب سبري نبذل تعرف أنه في البداية نبذل تعرف أنه يجب أن نعرف على البيض يتم رش الاسطح بالسبري او المطهر المعتمد وايضا بعد ذلك يتم اللي هو مسع الاسطح هذي وايضا المرحلة هذي احنا نسميها مرحلة اللي هي في البداية. بعد كده المرحلة التانية هيصير في وحننتظر الى انه ناخذ او المطهر ياخذ الوقت الكافي او اللي هو الكنتاكت تايم اللي هو لابد ان نعرفه او اللي هو وصط فيه الشركة المصنعة نفس السليوشن او في شي احنا نبغى تكلم عنه وهو المعدات الكراسي او المعدات اللي بجانب اللي هو كرسي المريض اللي هي اللي هو اللي هو اللايت اير بروشن اللي هو اللي هو اللايت ايما هؤلاء المترجم لله أستاذ أبراري إذا كان الوقت تسمح في عندنا بس فيديو بسيط رح نحن نشوف اللي هو طريقة اللي هو سبري وايب سبري تكنيك طبعاً لأستاذ عادل Hey everyone, this video will demonstrate the spray wipe spray technique for disinfecting your treatment rooms After the patient leaves, we need to turn over our room so it's safe and ready to use for the next patient Any items that did not have barriers on them and may have come in contact either through touch we've touched it with our contaminated gloves or it may have been contaminated by droplet or aerosol particles we need to disinfect with an intermediate level disinfectant This process is always a two-step process We do a cleaning step and then we do the disinfection step For the spray wipe spray technique that I'll demonstrate I'm using Virex and this particular type of Virex is a phenol For any cleaning procedure, make sure to wear all of your PPE including utility gloves Any surfaces that were not covered by a barrier need to be sprayed and wiped What I like to do is I like to spray all of those surfaces that I plan on disinfecting Once the items are sprayed, I can then wipe them This is the cleaning process These disinfectants have a cleaning chemical in them that facilitate the removal of bioburden So by wiping This will remove any saliva, any bioburden that may be on these surfaces Think of all the different surfaces Droplets may have landed Or anything you may have touched If you touched the drawers here You would want to spray and wipe those down If you did not touch those You would not have to wipe those down unless you noticed any spatter land on them Most likely you've touched your chair adjustments So be sure to wipe those to clean and remove any saliva or bioburden Continue this process On all the surfaces that did not have a barrier on them For the dental unit We had barriers on the air water syringes but we didn't have barriers on the hand pieces They get sterilized after every patient So what I like to do is I like to spray and wipe the hoses as well as the holsters for the hoses So again I sprayed everything first and then I'm wiping it clean And then what I'll have to do is I'll have to spray again So this first spray is to clean The second spray is to disinfect Continue to all the surfaces that you need to wipe clean Again, don't forget the paddles on these chairs Throw out your paper towel that we used to clean the surfaces And I'm going to pick up my spray bottle and spray all of these surfaces again Then as you spray your second spray make sure you have a nice fine mist on all of these surfaces Now that all the surfaces that needed to be disinfected have been cleaned and disinfected We need to let them stay wet for the time necessary for the disinfectant to kill the microorganisms In the case of this BIREX It needs to stay wet for 10 minutes Once your 10 minutes is up If you need to you can come back and dry your room But don't dry it before that 10 minutes is up At the end of the day we disinfect everything Even items that had barriers on them So between patients if you're using barriers You only have to disinfect items that you know have been contaminated Such as when you removed a barrier you accidentally touched the surface underneath Or any items that you touched or were within range of spatter and aerosols But at the end of the day we disinfect everything When you select your intermediate level disinfectant Make sure it is registered with the EPA And all of your intermediate level disinfectants have a tuberculocidal claim Thanks for watching I hope this has been helpful As the EPA should be followed by contact time as the manufacturer The second type of cleaning and disinfection نحن نتحدث عن الوايب يفضل الاستخدام اللي هو الوايب على استخدام السبري ليش؟ لانه السبري من الممكن يصير في انتقال الرذاذ او تطاير اثناء اللي هو رش المطاهر وهذا من الممكن في ضرر لنفس الممارسين الصحيين اللي هم قاعدين يقومون في عملية اللي هو تنظيف التطهير فلابد من انه نعرف انه يفضل الاستخدام احنا لما استخدم الوايب نفضل نستخدم اللي هي تيجي باكج كامل او انها تيجي هي سكيز انت انت بتستخدمها مثل ما اللي شفناه في الفيديو انه بتستخدم تظرمة ولكن لما بنستخدم اللي هو المنديل المستخدم المنديل اللي هي موجود فيها لابد من انه احنا اخذوا المنديل وايضا لابد من اغلاق اللي هي العبوة بشكل اه صحيح ايضا لابد انه نعرف انه كنين او انه هو الفريست استيب وايب اه ديسكارد وايب which would be اه يوز it مور او لابد من انه يتم التنظيف بشكل اه صحيح وقوي. ما نقصد في قوي انه مش لازم انه نوصل لمرحلة انه منسب دامج للسترومنت ولكن لابد انه التنظيف يصير بطريقة اه صحيحة. اه مثل ما اه ذكرنا في البداية انه يونيد تو ديسكارد تاول عند ديسكارد تاول لتاول عليه tetنظيف جدا وإرتيار قوة الحصول لتو ديسكارد الان العامواني يتم التواصل الوضع من الوضع لا تشاركه الوضع من انه ممآل عز助 ديسكارد تاول من سل مجدد مستشفى الانه يمكن اعتبود ت режим الوضع المرحل الانه يتوقف في البداية انه تقضح المرحل الانه يمكن فعين التواصل من التنظيف الانه يجب على انه مرحل لتنظيف ويجب على قوة الحصول من أجل أن نقلل نسبة خطورة اللي هو تلوث أو أنه الأسطح لابد من أنه إحنا نستخدم أو ما نحط اللي هي المؤدوات الغير مستخدمة في المساح أو في المحيط اللي هو علاج المدل فقط لغير أنه نضع الأدوات اللي إحنا نحتاجها ممكن هنا بس أنا حاولت أن أجيب الـ two methods هذه لأنه لابد أنها تطبق بطريقة صحيحة داخل اللي هو dental clinic هذه هي تطبق بطريقة صحيحة تطبق بطريقة صحيحة تطبق بطريقة صحيحة Hey everyone this video will demonstrate how to use the wipe discard wipe method when disinfecting your treatment rooms After the patient leaves, we need to get the room safe and ready for use on the next patient. To do that, we will use an intermediate level disinfectant. There are a bunch of different options on the market. Cavi wipes is a popular option. This happens to be an individual pouch. There's one towel in each pouch. Most often you'll find these in canisters like Clorox wipes. You pull it from the top of the canister. Make sure when you're disinfecting your treatment rooms that you are using an intermediate level disinfectant. That means that it has a tuberculocidal claim. This particular chemical is your quaternary ammonium compound with alcohol. Quats alone are not tuberculocidal. So they have to be combined with alcohol to be effective. The surfaces that we will clean. If it's between patients, we are going to disinfect any surface that was not covered with a barrier and came in contact with either our contaminated exam gloves or may have been contaminated by spatter or aerosols. If it's the end of the day, we're going to disinfect everything, even items that did have barriers on them. This is called the wipe discard wipe technique because we take one wipe, wipe all of our surfaces that need to be cleaned, throw it out, and then use a second wipe. Open up your towelette. Sometimes that's challenging with these utility gloves. As with any cleaning procedure, make sure you are wearing all of your PPE as well as these utility gloves. Open up your towelette. It makes it easier to clean your surfaces. And start wiping. This first towelette cleans the surfaces. So this cleaning process removes the bio burden from the surface. It removes the saliva, the filling fragments, the droplets of blood or other contaminants. This is the end of the day. Typically, we do barrier these. But again, end of the day, we have to clean everything. Take the items out of the holster. Wipe the holster down. Wipe the item as well as the hose. Hang it back up. Get around the levers here and the buttons. Go partway down your hose. Get the holster. Hang it back up. Go around the entire room, cleaning all surfaces with this towelette. When you get to the assistant stool and the operator stool, don't forget your paddles on the side. A lot of times, we're touching these throughout a procedure to fine-tune our positioning. Operatory lights. Disinfect the handles, the switches. Even if they had a barrier. If this is end of the day, we disinfect everything. So, we're going to go through and wipe down all surfaces, all clinical contact surfaces. Control button is on the side of the chair. Continue to go through and wipe down all surfaces. When you're done with that first towelette, throw it away and take a new one. This is where a lot of dental offices fall behind on their disinfection procedures. I know a lot of offices may only use one towelette. The first towelette only cleans. The second towelette, now that the surface is free of bio-burden, it will lay down a layer of disinfectant chemicals. Go through all the same surfaces that you disinfected previously. Now, for video purposes, I'm not getting everything. I didn't get the curing light or the amalgamator. But when I say everything, I mean everything as far as clinical contact surfaces goes. So, you go through and you just re-wipe everything that you wiped in the first step. This disinfecting chemical, this clot with alcohol, it needs to stay wet on the surface for one minute in order for it to kill microorganisms. So, it is much faster than BIREX. Again, it's a different chemical. So, keep that in mind when your office chooses the disinfectants that you use. Once your room has been disinfected, you're ready to set it up for the next patient. If it's the end of the day, you can continue on with your end-of-day procedures. Thank you for watching. I hope this video has been helpful. After we saw the video that shows the way to clean and disinfection, so we used spray wipe spray or wipe discard wipe. Now, we'll talk about housekeeping services and how we will do the cleaning and disinfection for these housekeeping services. First, we should know, as we mentioned before, that the housekeeping services, is that the services are less likely to be contacted with the contaminated gloves, meaning the contaminated gloves from the doctor or the assistant. As an example, we have the floor walls and the sinks. This is an example for the housekeeping services. Because the housekeeping services have limited risk, again, from transmissions, to be contaminated with less rigorous methods than those used to dental patient care or what we mean it, the clinical services. to be contaminated with the treatment services. So we need to know that the housekeeping services is less likely to be in the treatment of the hospital. The housekeeping services need to be cleaned only with the deterging and water or an EPA نريد أن نتكلم الآن عن عدد المرات من النفوض نحن ننظف أو نعملية التنظيف والتطهير للهوسكيم لابد أن نعرف that the floor and the sink it should be cleaning daily for the sink and the floor and also for the wall or window and the other vertical أو أي أسطح تعتبر vertical قائمة مثل اللي هو الwalls it should be cleaned and disinfected at least every three months على الأقل أنه لا بد أن تنظيف الأسطح هذه اللي مثل ما ذكرنا كل ثلاثة أشهر أو it's بناء على policy والprocedure تبع الenvironment اللي هي موجودة داخل الدينتال كلينك ولكن لا بد أنها على الأقل every three months Also we should be know that the housekeeping services is visibly contaminated by the patient material It should be removed and they will be disinfected also لابد أنه عنده في أو وجود أي مواد أو مثلاً اللي هو نتكلم عن أي patient material أو سواء كانت saliva موجودة على الحائط على الwindو لابد من أنه يتم إزالتها وأيضاً يعمل لها اللي هو cleaning and disinfect ما رح ننتظر بناء على policy إذا كانت مثلاً every three months or every two months لا، لابد من أنه يتم إزالة هذه المaterial والتنظيف لتطهير الأسطح مباشرة What is the type of the personal protective we should be wearing at the time of the cleaning and disinfection During the cleaning and disinfection for this environment we should be wearing gloves and the other person protective equipment We need to wear gloves and we need to wear also the yellow gown and surgical mask من الافضل انه احنا نستخدم اللي هي القفازات اللي هي نسميها اللي هي مقاومة للثقب. هي تعتبر افضل للاستخدام اثناء عملية التنظيف في التطهير عن اللي هو المتوفر في الريادات اللي نعرف اللي هو السيرجيكال لابد من انه نستخدم البنكتر رزيستان نوتراليتي الآن انا نتكلم what about the cleaning and disinfection solution the cleaning and the disinfection solution it should be prepared and stored correctly and in clean container لابد من انه احنا عند تحضيرها لابد من انه يتم تحضير اللي disinfection solution بشكل صحيح لابد ايضا من انه يتم تحضيرها بشكل صحيح هو ايضا لابد انها يتم تحضيرها داخل container clean it should be clean containers and also we should be follow the manufacturing instruction for the preparation for the dilution for also the contact time لابد من انه احنا نتبع الطريقة الصحيحة اللي وصت عليها الشركة المصنعة فيما يخص طريقة الحل طريقة تحضير المحلول contact time طريقة حفظ المحلول هذه لابد احنا نتبعها بناء على الشركة المصنعة للمحلول ايضا لابد من انه solution it should be freshly diluted at the start of each work day and at the end of the day and any remaining solution it should be discarded لابد انه نستخدم احنا محلول fresh او محلول تم تحضيره مباشرة ما يصلح انه احنا نستخدم المحلول الاكثر مثلا من يوم لابد من انه يتم تحضيره عند التطهير البداية اليوم وايضا لابد من انه يتم اي remaining solution لابد من انه احنا نتخلص منه مباشرة بعد الاستخدام ايضا الكنتينر that's when we use it for the dilution or prepare for this solution we should be clean and allowed to dry to minimize the bacterial contamination بعد ما احنا حضرنا المحلول استخدمنا المحلول تخلصنا منه الكنتينر المستخدم في التحليق في تجهيز المحلول هذا لابد من انه احنا يتم له اللي هو عملية التنظيف ولابد من انه نتركه حتى ينشف من اجل هذا راح يتقلل بإذن الله اللي هو البكتيريا أو اللي هو التلوث نفس الكنتينر هذا نتكلم عن اللي هو الادوات المستخدمة للتنظيف والتطهير طبعا الاداة المشهورة واللي هو المستخدمة وهي الممسحة وايضا اللي هي الاقنشة المخصصة للاستخدام او للتنظيف والتطهير لابد انه نعرف في البداية انه if we are using reusable we should be cleaned and disinfected after the use and we should be allowed to dry before the reuse يعني ما يصلح لحن نستخدم الموب والكلوث اكثر من مرة لابد من انه نستخدمها الان لابد من انه يصل لها عملية clean and disinfect ولابد من انه احنا نتركها لحد ما تصير dry او تجف من اجل انه نستخدمها مرة اخرى احنا نفضل ننصح نتمنع انه يستخدم single use disposable mob head we should use the single use disposable mob head and the cloth you should ask you should ask your supervisor if you doesn't have it they will be provided for you because they use it it is for the single use disposable it will be avoid the spreading of that contamination فحبنا ننبه مرة اخرى انه لابد من انه نستخدم single use disposable mob head and cloth المتوفرة هي موجودة ومن السهل طلبها في اي وقت او اللي هو توفيرها ايضا لابد من انه نعرف انه المستخدمة المستخدمة في الاريا او في clinic معينة it should be separate and will be not mixed with another move or another cloth for another dental clinic لابد من انه كل عيادة لها ادوات خاصة التنظيف ولا ولابد من انه ما يصير في مشاركة لنفس الادوات هذه مع عيادة اخرى لابد من توفير اه ادوات تنظيف لكل عيادة اذا استخدمنا اللي هي a reasonable move and the cloth again مرة ثانية we should be use the single use disposable now we will talk about the blood spill management if you have any blood spill how we will dealing what is the material we should be use it and all of this we will talk about it inshaAllah in the next slide حنتكلم عن اللي هو لو حدث لا قد ضل عندنا اي انسكابات سواء كانت دم أو سواء كانت من البعض السواء التي تطارت أو تنظرت اللي هي من المريض حنتكلم عن طريقة اللي هو التعامل معها والادوات اللي احنا هنتستخدم البداية الموضوع يجب أن نعرف أنه يوجد أي الموضوع عن مكان عمل في منشأة صحية أن الممارسين الصحيين يوجد لديهم احتكاك أو تعامل مع الأدوات أو مع البلد أو other potential infectious material لا بد أن يتم توفير اللي هو spill kit داخل هذا القسم أو داخل هذا منطقة العمل هذه spill kit وأعتقد أن الجميع you know about this spill kit but what is the including of this spill kit what is the component of this spill kit the spill kit it should be have the personal protective equipment it will have the gown, gloves, eyewear and also mask and also there is another supply it should be like the forceps, plastic scoop, scupper and absorbent granulease, absorbent pad and hospital or APA approved disinfectant it should be have also yellow plastic bag and shower container هذه هي لابد أنها جميع المعدات هذي مثل ما ذكرنا سيصير متوفرة داخل spill kit لابد أن يصير فيه اللي مثل ما ذكرنا الملقط البلاستيك سيصير فيه المغرفة سيصير فيه أيضا اللي هو absorbent granulease اللي هي حبيبات الامتصاص اللي هي هتوضع على الانسكابات هذه أو لابد أن يصير فيه absorbent pad اللي هي تعتبرزي الشاشة ولكن هي مخصصة لامتصاص السوائل اللي هي المجرمات كتي موته اللي هي المجرمات كتي متوفرة داخل طيب if we have any spill happen in our department how we will deal أكيف نحن نتعمل spill how we will manage this blood spill in this department we should be know we have three steps for the dealing and managing of the blood spill we should be first do the control access to the area هي ثلاث خطوات أساسية راح نشرحها في البداية لابد ان نتحكم في المنطقة اللي حصل فيها الانسكاب ايضا لابد من ان نحتوي الانسكاب اللي حاصل وفي النهاية لابد من انه احنا نتواصل مع اللي هو عشان يعملون اللي هو اللي هو اللي هو يعتبر اخر خطوة في التعامل مع الـ طبعا هذا ما انتم شايفين في البداية لابد ان نرى في احنا من نستخدام اللي هو الصين فو الويتفلور لابد ان توضع الصين هذي من عجل ان نحدد الناس انه موجود في الموقع هذا بعد كده احنا لابد من انه احنا نعمل اللي هو الـ لابد من ان نستخدم الـ من حمالي من فيدل مجز Ellie اسم تحتويش نعمل اللي هو دخل الصين احنا نعمل من فضل صيني صيني طيال رقم الناس احنا نعمل يا صيني طيال احنا نعمل رقم الانسكاب احنا نعمل قصنان دخل الصين هكذا يجبت ان احتويض الشيطة ارجال انت حل أار اللي هو الدخل احنا نعمل لكن احنا نحب ننبه انه لا يتم ابدا اللي هو استخراج او خلص من اي شارب بالايدي لابد انه نتعامل معها اما بالفورت سيبس وايضا لابد انه ناخذ الحذر في التعامل مع عشان احنا ما نسوي اي سبلاشي او يصير في اي تطاير للمواد هذه. اه بعد احنا لابد من انه احنا نضع اللي هي اسطرتها السبليتي ليس انه سيفح لتطاير لابد من ان احنا نضع ذراها اللي هي حات ساوي تعمل تسلوب من السواء اللي هي مسكبة. لابد ان اما انه نتكcore او ان احنا نتابع اللي هو الشركة المصنعة. بعد كده احنا حنصير فيها المادة هذه او اللي موجودة حنستخدم وايضاً ولابد انهم نستخدمها بشكل اه اه صحي وبشكل اه يعني ما نحاول نصير فيه اه تلوث في المنطقة وحنصير فيها نحطها داخل اللي هو بعد كده احنا حنصير فيه اللي هو اه نتكلم عن اذا ما فيه عندنا اللي هو موجودها عندنا اه يو نيد تو بلايس ده ابسوربينت باد حتحط اللي هي ابسوربينت باد من الممكن تضع اللي هو البابر اه بابر توالز بعد كده انت تحتاج تو اه افويد اللي هو اه سبلاشت تبغى توضع اللي هو محلول حتحط سبري ديس ديسنفكتين ده اه فور ده اه اه فور ده اللي هو الابسوربينت باد ولكن لابد من انه انت ما بترشه بشكل دايريكتلي عشان ما يصير فيه اي اه سبلاشتس للنفس اللي هو السوائل هذي انت حتستخدم اه او حتسوي له انسكاب بشكل اه جنتلي او بشكل اه يمنع اللي هو السبلاشتس حتستخدم بشيء يسمونه اللي هو اه اللي هو الابسوربينت باد نبغى نتكلم على الابسوربينت باد نبغى نتكلم على اذا انت رحح تستخدمون اللي هو الهيدرو كلورايد سوليوشن اللي هو معروف عندنا كله الـ 5.55% إذا انت بتستخدم السوليوشن هذا لابد من انه يصير أو انه لابد من انه يصير ميت ما بتستخدم محلول تم اللي هو حله في وقت سابق انت لابد تحل محلول جديد وتستخدمه تنتظر عليها الوقت اللي هو المحدد بعد كده انت تشيل اللي هو بشكل كيرفولي بعد كده انت هتوضر جميع اللوات هذي داخل الـ ستحطها برضو في الـ وبعد كده انت تقفل بشكل محكم هنا انا بغلق لذكر حاجة مرة مهمة على وهو اثناء بعد ما تنتهي عملية اللي هو انت ما بتستخدم اللي هو الـ لابد من انه تستخدم اللي هو الـ اللي هو الـ الـ زميلاتنا ذكرت الاستاذة احلام انه موجود في الموقع عند الادارة العامة وكافعة عندهم المنشآت الصحية تطلعون على جميع الأدلة الخاصة فيما يخص الـ في الـ هنا فقط لا غير انتظرنا على كمريبات الـ المنتظر انا بمجد الخاصة في المنتظر وفشكنا على المنتظر لتحديث هؤلاء يدخسنا في التجارة وطاني صغير كذا احنا بتتحديه إذا كان في أي سؤال توقيع توقيت